السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحلقة قوية جدا بازن الله اقاف القير عن الزمالك لمدة ثلاث فترات وسبب خناية جمال علام والدرندلي وبين شرقي يرفض العودة للزمالك ومدرب الوداد يهاجم كل ده فقرتكم فقرة اعرف الصح فاستأذنك صديق العزيز دات الحلقة ما ننساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان وما ننساش تعمل اشتراك لقناة اليوتيوب وتفعل الجارة عشان وصلاك كل جديد وفوله صفحة الفيسبوك طبعا ده فضلا وليس امرا اكيد يعني نادي الزمالك والقيد وايقاف القيد والقصة بتاعة اه شيكابالا ونادي سبورتنجلشبونة القصة مش عادة تنتهم اقافنه خمستاشر ودلوقتي يمكن الكاس خلاص تعارفين ان هو رفض الاستقناب بتاع نادي الزمالك ودلوقتي قدارت نادي الزمالك بتقولك انه هم مش عارفين يدفعوا علشان خاطر حسابات ورصيدة نادي الزمالك محجوز عليها حاليا بوضح كم معلومة صغيرين بس يعني اول حاجة هو اللي محجوز عليه من حسابات نادي الزمالك هو حساب واحد او رصيد واحد فقط مش كل حسابات نادي الزمالك محجوز عليها الحاجة التانية ان المشكلة من 2015 انت جاي في 2023 بتقول انا الحساب محجوز عليه ومش عارف ان انا احل المشكلة طب ما انت كانت المشكلة عندك من الفين وخمستاشر كنت ممكن تحلها من بدري انت جاي بعد تمان سنين تقول هو انا ازاي ما عرفتش احلها هو انا ازاي واقف كده وزي ما نك ممكن توقف ثلاث فترات قيد هو انا قاعد مستني في اي لحظة يعني احد مسؤولين دي زمانك بيقول لك النهاردة اي قاعدت الخبر ده يعني النهاردة بيقول لك ان هو مستني اه وقدرت زمانك استنيها في اي لحظة صدور اه قرار رسمي من الكاس اللي هي المحكمة الرياضيات الدولية باقاف القيد عن نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية فقال له امتى قال لهم في خلال ساعات في خلال يوم في خلال اسبوع في خلال شهر انا مش فاهم هو يعني يعني اللي هو قدامك سكة سفر هتكسب مئة الف جنيه بعد نقطة يوم ولا ساعة ولا دقيقة اللي هو اللي عايزوا بالله الدجالين والحاجات دي فيا يا صديق العزيز يعني اللي انا بقوله ان السبب اصلا في مشكلة شيكبالة من البداية ادارة الزمالك واحد يقولي لا شيكبالة هو اللي مشي وهو اللي ساب الاسبورت كليشبونة وهرب ورجع مصر ومش عارف ايه الكلام ده كله لا انا عايز قللك على حاجة الموضوع ده بكل بساطة لو كان في النادي الاهلي وكان ضحصل وكان شيكبالة او لعب من الاهلي ساب الاحتراف بتاعه وهرب ورجع تاقي الاهلي ما كانش هياخده انا عارف انا بقولك ايه الزمالك انت عندك خدته واحتويته وجبته ولبست القضية وانت اللي هتدفع وانت اللي جبته تاني فمن الاول الخطأ من عندنا اساسا يا جماعة قبل ما يكون الخطأ من اي حد تاني خطأ من شيكبالة وخطأ من الادارة فما جيش الوقت تقولي يا مش عارفين ندفع الغرامة وانت ليه من الاول لبستنا في غرامة يا باشا انت عندك كم غرامة انت عندك مع اشينبونجو ومع بطيب ومع سبورت انجليش بونا ومع كنادي ماريتمو بتاع عمد ابراهيم لو تفتكر ومع ده قصة ورواية وحكاية ومع باتشيكو ومش عارف مع مين عندك تريبا مع ثلاث تربع الموديلين الفنيين والاندية واللعيبة اللي جوموا ومشي او انت تكلمت معهم عندك مشاكل يبقى المشكلة الاساسية منين ما ده يا جماعة اللي انا بقولوا وده اللي انا يعني عمالي عيد وزيد فيه يمكن يعني لو حد شايف عكس كده يفهم كل مشاكلك وإقافاتك وغراماتك دي بيحاولوا يقنعوه دلوقتي الإدارة أو بعض الإعلاميين الزمالكوية اللي عقلت دي الزمالك ان المشاكل دي كلها عشان كل الكون عامل مؤمر على نادي الزمالك الفضائيين عاملين مؤمر على نادي الزمالك البرازيليين عاملين مؤمر على نادي الزمالك عارف انت فيلم احمد قدم بتاع اللي هو كان بيقول لك عمlü دياب سمع اسمي جالوا سيتي بيحاربني يا اما هو كده هو كده بالظبط انا بحس ان احنا بنعمل كده دلوقتي الادارة او العالمين بتوع الزمالك دلوقتي اللي هو يقولك ايه يا باشا ده يا باشا ده الزمالك بالناس كلها وقفة ضده مفيش حد في العالم واقف معاه وهو الاهلي هو ننوس عين الكل ومش عارف ايه كلام يا جماعة والله العظيم للاستهلاك فقط كلام ملوش اي عازة تماما فيا جماعة عشان خطري نركز ونفهم المشكلة منين قبل ما نيجي نقعد نظلم ناس ونقعد نظلم بقى نقول الناس كلها ضد الزمالك مفيش الكلام ده اكتر حد يعني انا بقولها هو فانا في كامل قواء العقلية اكتر حد تسبب في مشاكل لنادي الزمالك هو الناس اللي بيحبه الناس اللي زمالكوية تاني هقولك ازاي ادارة الزمالك من اكبر المتسببين في مشاكل نادي الزمالك والاقافات والغرامات والخناقات ومشاكلنا مع كل الاندية وكل الناس اللي في الحياة لعيبة نادي الزمالك مش كلهم طبعا معظمهم وبرده نقول ادارات ادارة الزمالك بتكلم ان معظم الادارات مش هقول كل الادارات ماشي بذات الادارة الحالية طبعا يعني معظم اللعيبة اللي مش بيحبوا نزيمالك من قلبهم واللي تشرت نزيمالك تقيل عليهم بعض الجمهور اللي مازال بيصدق اللي بيتقال في خناة نادي الزمالك وبتقال من ادارة نادي الزمالك وشايف ان كل العالم ضد الزمالك ومش شايف ان احنا عندنا مشاكل وسلبيات اعلاميين نادي الزمالك واللي بيقودوا قدامهم اللي كل حاجة تتقال يعني يوافقوا عليها يعني يقولوا تمام موافقة جميل كل ده حلو ومفيش زي ادارة تاني الزمالك مفيش ادارة تاني الزمالك اتنين فيعني الزمالك لو عنده مشاكل فمشاكله بتبدأ منه من نفسه من جواه ماشي بس دي دي حاجة يعني فانت الوقت مستني فعلا في اي لحظة الرجل مجدبش يجيلك ايقاف قد ثلاث فترات قيد وطبعا لما تدفع الغرامة هيبقى القد يتشاله لكن حليني بقى لما تدفع مليون وده تقريبا مليون ونصف دولار تقريبا بالغرامات يتفعود مليون ونصف دولار مثلا اللي هو تقريبا بما يوازي الخمسة واربعين مليون جنيه مصري تقريبا فاروح بقى اتفعهم يلا غرامات هنا وغرامات هناك وربنا يستروا القد ما يتوقفش يعني لان انت مش ناقص يعني بسبب خناقة جماعة علامة الدرندالي دي جماعة اخناقة كوميديا جدا يعني اخناقة كوميديا داخل اروقة الاتحاد المصري كرة القدم يعني الاخبار نزلت وقالوا ان كان فيه خناقة النهاردة ما بين رئيس مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري الاستاذ جمال علام والاستاذ خالد الدرندالي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري على ايه بقى مع اللي ما اقول لك اذا على ايه الخناقة كانت من يرأس او من يمثل بعسة مش عارف اقولها مين اللي هيبقى ممثل لاتحاد الكرة المصري في مباراة الاياب اللي في المغرب اللي هيكون فيها تسليم دوري ابطال افريقيا فجمال علام عايز سافر خرد درندالي قال له لا انا اللي سافر لا انا اللي سافر انا اللي سافر انا اللي سافر لا دي بتاعتي لا دي بتاعتي لا دي بتاعتي حلو ففي الاخر الناس في الاتحاد قعدوا يهدوهم وقولهم اهدوا وسيكها سيكا لما ربيعة وبتاع فقال لك في الاخر طبعا نعمل يا معلم قال لك خلاص يا بشوال اتزع عن نفسك والحج خرد درندالي قصد خرد درندالي هيسافر في مطش مصر اللي جاي في تصفيق اسقوق افريقية اللي هي يوم عشر يونيو تقريبا حاجة كده ولا احنا كم ولا هنسافر امتى والله مفاكر اقسم بالله اللي هو المطش الجاي بتاع منتخب مصر ان شاء الله اللي هنسافر له برا فهو ده برئيس البعثة او اللي هو ممثل اتحاد المصري لكرة القدم والخناقة هيديت على كده الحمد لله وخلصت يعني وطريبا كان خرد درندالي عايز سفر المغرب يعني عايز 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 حاجة من المغرب تقريبا عايز يعني مش عارف توابل مش عارف والله يعني انا مش عارف ما شفتش كده اخناء 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 بين مهم طبعا يا جماعة الكلام ده مش على مسئوليتي تماما الكلام ده على مسئولية المواقع الكتيرة اللي نشرته و وعد تحصر المواقع اللي نشرته ومش هنخلص اخ يابا بن شرقي يرفض العودة للزمالك من الاخر يا جماعة بن شرقي مش رجع الزمالك تاني عشان الناس اللي بتستطفى ماما العكرة عمانا تقول لك بن شرقي مش عارف ايه ومسئولي الزمالك سافروا لغاية بن شرقي وقالوا عشان خطرنا والنبي وحياتنا وحياتي عندك لو كان لايه عندك خطر رجع الزمالك لا هم ما كلموا بن شرقي ولا بن شرقي يكلمهم ولا بن شرقي جاي الزمالك هو الشرخة جماعة مكمل برة واستحال يرجع الزمالك تاني يعني لو رجع الزمالك يبقى عنده 35 سنة تقريبا ما اعتقدش يرجع الزمالك تاني وهو مكمل برة وبيجي له عروض كويسة ما شاء الله وانت حاليا غير قادر على دفع الراتب السنة والبن شرقي فلا حصل كلام بين الزمالك وبن شرقي ولا بن شرقي جاي ولا حد يكلمه أصلا ويعني فكك من القصة دي مدرب الوداد يواجم كولر دي حاجة برضو جماعكم دي ومضحكة جدا مدرب الوداد واضح ان هو بيعتمد على اخبار الاهلي من السوشيال ميديا او في حد بيقل له اخبار من السوشيال ميديا وفي حد ان قال له خبر فيك بيقول ان كولر قال ان النهائي ده سهل جدا وهو يعني شايفه سهل وهيكسبه بسهولة فهو قال على كولر ان هو مدير فني مجنون ان هو يقول ان النهائي زي ده سهل كده فعايز اقول له يا كابتن اللي اسمك صعب كل شوية نسى اسمك مدير الفني للوداد ما تظلمش كولر ان كولر ما قالش كده خالص وكولر اعقل من كده وانه هو اكبر من كده وراجل بيتكلم بمنتهى الاحترام على نادي الوداد وما تنسخش ورا الاخبار الفيك وخلي اللي بيجملك معلومات واخبار فيك يعني يتحرط دقة نادي الوداد نادي كبير ونادي له تاريخ كبير جدا فما تقلش بتصريحاتك ولازم تبقى عارف انت بتضرب نادي من كبار ان ديت افريقيا فتركز في تصريحاتك ولما حد ينقل لك خبر روح شوف مصدره وتأكد انه هو صحيح فعلا لكن ما طلعش راجل مجنون عيب عيب والله عيب يعني ربك يستر حال ان شاء الله ويعني نشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديدة بإذن الله مرساش يا صديقي العزيز تشترك في قناتي الجديدة وصفحتي الجديدة تحكم وتحليل هتلاقي عليها فيديوهات شايقة جدا وفيديوهات بره الصندوق من هو نادي القرن الاهلي واللز مالك بالمستندات مين اللي شعبيته اكتر الاهلي واللز مالك برضو هتلاقيها هناك هل الاهلي هو من تسبب في اخراج الاسماعيلي من الدوري او من كاس مصر عفوا هتلاقيها هناك هتلاقي كلام كتير وحاجة كتير قوي هناك ان شاء الله تعجبكم ووضعها كتيرة هتلاقي لينك القناة في اول كومنت تحت في الفيديو ساشتروح هناك وشترك في القناة ترجع للفيديوهات شوفك ان شاء الله في فيديو جديد كان معكوك امراضي في قناة صاحب الكورة مع السلامة